اشتركوا في القناة حسن ابراهيم حسن في ورشة عمل نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية بشأن صحة الأم والوليد والطفل والتي أقيمت ضمن أعمال الجمعية العامة 49 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة جينيف بالاتحاد السويسري ولفتت سعادة السيدة هالة رمزي فايز إلى ضرورة تخصيص البرلمانات لميزانيات كافية لدعم البرامج الصحية المتعلقة بالإنجاب لأن الاستثمار في هذا المجال يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع ككل مشيرة إلى أن البرلمانات يمكنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز برامج التعليم والتوعية المتعلقة بهذا الجانب ترجمة نانسي قنقر